احتلال الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن أسيرين فرام من سجن جلبوع والمسيرات المساندة لهما تستمر في فلسطين حتى الأمس قريب كانت سجون الاحتلال تمثل هيبة المنظومة الأمنية وصرامة معاهير الأمن والرقابة وقد تلاشت هذه الهيبة أمام ستة أسرة حرروا أنفسهم بواسطة ملعقة تعامن حفروا بها نفقا يمتد لعشرات الأمطار من زنازينهم إلى خارج أسوار سجن جلبوع هم واضح من روايتهم بالأمس غير نادمين على ما قاموا به حتى بعد اعتقالهم واضح أن تجربة ومغامرة تستحق هذا الثمن وهذا كلها أيضا حديث عن أسرة في السجون هذه التجربة والمغامرة نعكست على السجون لأن مدينة السجون في ظل الإعلام إسرائيلي ركز بشكل كبير على إدارة السجون وسياستها اتهمها بالإهمال اتهمها بتساهل مع الأسرة لم يردخ الأسرة الفلاصليون في سجون الاحتلال رغم محاولة السجانين الانتقام منهم على خلفية انتزاع رفاقهم لحريتهم إذ أدرم عدد من الأسر النار في غرف الأسر واشتبكوا مع الفرق المختصة بالقمع احتجاجا على ممارسات الاحتلال بحقهم سياسة التعذيب والانتقامية سياسة ميزت سلوك إسرائيل على مدار عقود من الزمن نسعى دائما لفضح هذه السياسة واستجلاب ضغط دولي على إسرائيل من أجل أن تكف يدها عن الأسرة يعني لو لا التحرك الشعبي الذي تم والوقفة الصلبة للحركة الأسيرة ربما ما كنا نتمكن من زيارة الأسرة في هذا الوقت القصير تضامنا مع الأسرة خرج الفلسطينيون أيضا في مسيرات إسنادا ودعما للأسرة في مختلف المناطق الفلسطينية الأمر الذي أثار مخاوف لدى إسرائيل من اشتعال فتيل انتفاض في الضفة الغربية واندلاع جولة حرب جديدة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة